اشتركوا في القناة صباح الخير زي حضرتك صباح الخير فاني صباح في البداية عايز اعرف من حضرتك فكرة المشروع جات منين واهم اهدفه هو اولا طبعا يعني التنويه بس تصريح بسيط المشروع موول من مؤسسة سويريس للتنمية هل رشق اي علاقة بالاتحاد الاوروبي يعني؟ لا هو مؤول من مؤسسة سويريس والجماعة واخدها تمويل من المؤسسة وبدأنا فكرة المشروع تقويس يعني الموضوع مصري المصري طبعا كان الهدف في المشروع اولا ان احنا نبدأ نخلق فرص عمل للشباب اولاد وبنات وكان ده هدفنا الاساسي في المشروع المشروع كان بدايته فكرة ان ازاي نخلي الشباب يتدرب على حرف يدوية وبعد كده مباشرة يبدأ يشوق طريقه في الحياة ويبدأ ليه مشروع خاص دي بداية فكرة المشروع المشروع بدأ لنا حوالي تقريبا سنتين ونص ثلاث سنين اللي حاجة بسيط هيعني في المشروع على مدار الفترة دي كلها واحنا في اسناء تنفيذ المشروع لقينا الاشكالية الضخمة اللي بتواجه مصر الدهب اللي احنا بيترمي في نهر النيل وبيترمي في الترع وفي المصارف وبيتحرق بنسمي لي دهب لان احنا زمان من فترة كبيرة كانت مصر بتعاني من مشكلة قش الرز وكان عامل والغاية النهاردة بس يمكن شوية الناس بدأت يعني يقول فات نظرها ان قش الرز ليه اهمية وبيتعمل في الكمبوزت وحاجات زي كده فبدأ الناس بتحرقه وحنا بيتباع وبدأ يعمل قيمة مضافة للفدان نفس الفكرة اللي احنا وحنا ماشيين في المشروع فيها لقينا ان الموضوع بالنسبة لنا موضوع مهم معقولة شجرة الموز دي وحنا عندنا عندنا في سواق تحديدا تقريبا كان الاحصائي في 2016 اكتر من 3000 فدان بيتزرعوا شجر موز وال3000 فدان تخيال حضرتك ده دي في محافظة في سعيد مصر ويمكن اقل المحافظة بتزرع موز فما بال حضرتك من وجه بحري وإنة وإسوان بيزرعوا كميات اكبر بكتير من كده تخيال الكميات دي كلها تقريبا بنسبة 80% بتترمي في النيل وبتترمي في الترع واللي يفضل منها بينشف ويتحرق فبيلوس البيئة هل من المعقول ان الشجرة دي ملهاش اي استفادة بدأنا نفكر يا طرق استفاداتها تبقى ازاي ممكن تتفرم ممكن الشجرة لما تتفرم يطلع منها ايه بدأنا نعمل نتصل بالاتصالات بناس كتير منها الدكتور ابراهيم الحاضري الراجل الموجود في القاهرة ولقينا عنده مكنة بتفرم شجرة الموس شجرة الموس حقرف حضرتك انها هي شجرة تقيلة وفي منها اطوال متر ونص ومترين وتلاتة والغاية اربعة متر فلقينا الشجرة لما تتفرم بتطلع الياف الالياف دي طبعا بالتالي لينة فبدأنا ننشرها تنشف شوية بدأنا نفكر نشدها على النول فعلا نشدناها على النول ونجحنا في ان تطلع نول زي الاماشة بالزبط وبدأنا نستعملها في الهند ميد دربنا عدد من الفتيات على الشغل الهند ميد وطلعوا يمكن منتجات اللي موجودة قدام حضرتكم على الطربيزة البنات بدأوا يطلعوا شغل اكثر من رائع اه عريب بس كمان مخرجتنا غاية احنا معنا الشنط دي معمولة من مخلفات طبعا او شجر الموس بالزيت وبرضو مطعم معاها جلد جلد طبيعي اه يعني ما هو عشان كده من الشجرة بالنسبة لي لما بشدها على النول بابدأ اخدها اخد معاها جلد طبيعي بحيزة طلع المنتج واحنا فرعا طلعنا منها منتجات كتير زي ما حاضرك شايفين وحاجات منتجات تانية كتير زي ايه بقى يا فندي من المؤكة يعني طلعنا شنطة البحر يعني لو دايما انت عارف حضرتك في فترة الصيف الناس بتحتاج شنطة بتنزل بها البحر فبالتالي الشنطة دي تحديدا بيبقى فيها اكل كتير فالشنطة انت عارف المشكلة معانا على سبيل المثال الشرط لما يتحط فيها اكل ممكن تبقى من بلاستيك ممكن تبقى من مواد تتفاعل مع الاكل فيبقى فيها مشكلة فلما تبقى من شجرة الموز مهما تفاعلت معاه ولا اي مشكلة لانها منتج طبيعي وعاجات طبيعية جدا فمفيهاش اي ضرر على الصحة بالبرد لمن قريب ومن بعيد والشجرة اصلا كلها مية ومادة طبيعية فبالتالي ما عنديش خوف ولا قلق ولا ضرر ان الشجرة ممكن تعمل مشاكل مع الطعام اللي يبقى على البحر مش كده بس ده احنا عملناها طائية للمصيف ممكن يلبسها فبالتالي هي ما بتسحبش الحرارة وما بتسحبش بأشعة الشمس لان اصلا كلها مية تعتبر فعلا احنا بدأنا نطلع منتجات وبدأ يطالب منها طالبات كتير والبنات عندنا ودي كانت الاهمية ان يفكروا يا ترى ممكن يسوى ازاي وحاليا حاب نحاول نفتح ابواب للتسويق بحيث يبقى فيه دخل ثابت للفتاة عندنا في الصيف نقدر نقول كم شاب وفتاة اتدربوا في المشروع وخدوا التقديم من حضراتكم هو اللي اتدربوا كان المفترض مستهدف عندنا 600 او 600 وخمسة تقريبا العدد المستهدف على مدار فترة سنتين ونص طبعا مش بس على منتجات الموز لأ كان حرف تانية النجارة الحدادة حاجات زي كده لكن الجانب الاكبر خدوا لما لقينا الموضوع توسع اكتر والموضوع ليه صدى مش بس اقليمي ودولي كمان منتجات شجرة الموز كانت عاملة طفرة غير عادية فرفعنا العدد وصلنا لأكتر من 800 الاغلبية بنات فبالتالي وبنات مسؤولين منها يعني ارامل في منها مطلقات في منها عائلة للأسرة في منها فتاة صغيرين يعني الهدف عنها كان من سن 18 35 سنة فبالتالي لقينا العدد بيكبر والعدد بيوسع واستمرنا في هذا الامر بشكل كويس خالص وبدأنا نفتح سوء للعمل سواء في مصر او خارج مصر هل بيعتبر ورق شجر الموز لي موسم معين ولا مستمر طول السنة؟ هو زراعة الموز انت عارف حدثك ان شجرة الموز بيبقالها بتطلع على ثلاثة لأم ممكن قبل البرنامج كنا بنتكلم على قصة ان الشجرة ليها ثلاثة شجرات الأم والبنت والحفيدة فبالتالي الأم بيطلع السمرة المزارع بياخد السمرة ويبدأ يباحها وبعد كده الشجرة بيرميها هي والورقة بتاحها ده اللي خلانا نفكر ان الشجرة مستمرة طول السنة فبالتالي نعم بيبقى منتجات أكتر في السنة ومنتجات أقل يعني فيه بقى الزراعة بليها موسم معينة بتزيد لكن احنا بالنسبة لنا يهمنا الشجرة اللي بتتريمي وبتتريمي بتعمل عندنا زي ما تحضيك في البداية مشكلة غير عادية في مصر نهر النيل لما يتريمي فيه الشجر زي كده والشجرة تقيلة وبتشرب ميا وبتريمي في الترع فبيسد المصارف على الزراعة وحاجة زي كده ولما نبدأ تنشف والمزارع يبدأ عنده أقوام كبيرة جدا فبيحرقها فبيلوس البيئة يعني عندنا تلات إشكاليات سواء بالنسبة للميا بالنسبة للحر بالنسبة للبيئة ده كله بيعملين مشاكل وحنا نقدر نوصل لمرحلة ان التقنية دي تبقى عندنا وما نعنيش منها بالعكس تبقى قيمة مضافة للفلاح وتزود داخله كمان تعيب أكتر الصعوبات اللي وجهتكم في بداية المشروع وازاي فعلا انتوا تقدرتم انتوا تتغلبوا عليها هي الإشكالية ان احنا كنا بندور على المكان بتاع الموز يفرم الشجرة بشكل أسرع يمكن ساعدنا في القصة دي زي ما تخذك الدكتور إبراهيم الحضري الرجل يعني بيدور كل شوية في المكانة وبيحاول يعملها بدلا من هي مكانة يدوية بيعملها مكانة ألية بنخط الشجرة من ناحية بتطلع مفروم من ناحية تانية مباشرة يمكن الحاجة المهمة في الموضوع ان احنا نقل الشجر عشان تنقل الشجر من الحقول بتاع توديها المكان اللي احنا بنفروم فيه فدي مسافة كبيرة شوية ودي بتسبب بعدين احنا تكلفة المزارع كده كده لازم يقطع الشجر لازم مليهاش حال تاني وما قداميش حال جال انه لازم يرميها ففيه تكلفة على المزارع انه هو يقطع الشجرة وبالتالي بيعمل لها أكوان فبالتالي بتعمل مشاكل برضو لما تتكوم على بعضها وعنده مشكلة في النقل انه نوديها أماكن بعيدة فأسرع الطرق ايه يعني حرقها يرميها في الترع قدامه فدي مشكلة احنا المشكلة اللي كانت بتقابلنا ان احنا ننقل الشجرة من الأماكن بتاعتها نوديها عندنا في أماكن الفارم فدي برضو تكلفة النقل عالية شوية وشوية الناس مش عارف احنا بناخد الشجرة ليه فبالتالي في حد يقولك الله انتو بتاخدوها ليه انتو بتعملوا بها ايه طيب ايه الأسباب يعني فنبدأ نشرح للناس شوية شوية احنا محتاجينها بدأت الناس بدأ ما هي بتدينا الشجرة مجانا بتبعها دلوقتي بتبعها دلوقتي اه بيفكر طيب تاخدوا فالدم بكام مع ان احنا بنرفع المزارع بنرفع عليه ايه ان هو كده مضطر بيقطع فدي عمال وبيدفع عليها فلوس وبينقل من الحقل بتاعه بيطلحها بره فبرضو دي فلوس تانية كله ده احنا بنعفيه منه فبالتالي هو ما يعرفش كمان الاضافة للشجرة بتعمل ايه حاجة مهمة بقى في أثناء الفر اللي هي في أثناء بتفروم الشجرة الشجرة بتنزل الماء فاحنا فكرنا يا ترى الماء دي ممكن يكون لها استفادة خدنا جيركن من الماء دي توديناها جامعة السيوط كلية علوم والجامعة تعاونت معنا بشكل رائع بصراحة جدا وحللوا الماء اللي بتنزل من شجرة الموز ليه ان الماء دي غنية جدا بالبوتاسيوم وغنية ببعض العناصر اللي ممكن تفيد اي زرع زي منقول كده كومبست طبيعي سماد عضوي مفوش اي اضافات واحنا عندنا في مصر بنعاني من مشكلة الكيمويات والاضافات والقصة بيعمل امراض والقصة دي كلها واحنا عندنا الماء دي ممكن بس تترشف الزرع بتعمل حاجتين الاول سماد عضوي طبيعي مفوش اي مشكلة الحاجة التانية بتوفر تلت تكلفة الفدان على المزارع ودي اللي الناس اللي مش واخدة بالنا منها يعني ما بتاخدش بالها من القصة دي لانها ما تعرفش الموضوع ده برضو عملنا تعاون مع مديرية الزراع عندنا في سهاج انه ممكن يواعي الفلاح انه ما ترميش الشجرة انت لو عصرتها بس عصر وخدت المية منها ونزلتها في الزرع بتاعك بتوفر عليك تلت التكلفة بتاعت الفدان فيبقى لي النهاردة احنا عاوزين توعين انا كنت لسا اسأل حضراتك مين من الجهات الحكومية اللي تعاونت معاك وفي المشروع احنا يمكن من ضمن الناس اللي تعاونت معنا الجامعات المصرية طبعا منها جامعة سكدرية جامعة القاهرة جامعة أسيوت جامعة سهاج اتعاونوا بشكل كبير ومدرية الزراعة برضو عندنا في سهاج ولما لفت نظرهم ان فيكم بسط طبيعي اهو عضوي ممكن الموزارة عاوز توعية عاوزين يرفع عبق برضو الوزارة عاوزة ترفع عبق على الدولة ان تخيل حضراتك احنا لو كمية الموزل بتترمي في نهر النيب والترع دي ما تترميش كمية الموزل اللي بتنشف وتتحرق وتعمل تلوث في البيئة ما تتحرقش والفلاحي يعني يستفاد بيها ده كله احنا بالتعاون والتضافر مع الجهات الحكومية هنعمل يعني توعية غير عادية للمزارع وهيبقى فيه قيمة مضفة زي ما قلنا للفداء يمكن عليك زي ما ذكرت فكرة التوعية مع المزارع بتيجي من الكونتاكت منك وما بين بعض لما حضرك بيتو عايز تاخد الشجرة وهو بيبتدي يسأل الشجرة دي هتعمل بيها ايه بس هذيك عايز توعية اكبر كمان صحيح طبعا عايز اتكلم عن تصميم الشنط نفسها هل وجهته مشكلة في تصدير المنتجات اليدوية دي هي من فيش يعني انت عارف حضرتك مشاكل المشكلة الاسية مع اي منتج في الدين التسويق سواء التسويق المحلي او التسويق الدولي بيبقى فيه تكلفة لكن احنا فيه جهات ان شاء الله بدأت تتصل بينا وتتعاون معنا انه ممكن تاخد شغل البنات وتبدأ تصدروا برا مصر وفيه بعض الشركات بدأت تتصل علينا وعاوزين منتجات من الفتاة اللي عندنا ويبدأوا يسوقوا يعني التسويق احنا في مراحل التسويق والمباشرات بتقول ان القصة مطلوبة لانه موضوع جديد على مستوى نقدر نقول العالم مش مستوى مصر بس انه تعمل من شجر الموز وعاجات طبيعية فده خلى فيه انجزاب للموضوع بس شوية التكلفة بتاعت التسويق بتبقى عالية شوية وده بنحاول نتفنها على الشركات بحيث هم يتحملوا جزء من تكلفة التسويق وحنا نتحمل جزء وبالتالي ده طبعا بدون شك بيتحط على المنتج نفسه في المبيع بتاعه لكن احنا يهمنا ان احنا الفتاة دولي لقوا يعني مبلغ شهري سابت بالنسبة لهم يقوم الاسرة ما فيش اي منافس بها هل مثلا فيه صفحات على فيسبوك مثلا فيه اي حاجة الناس عايزة توصل بانتو وفيه صفحة الجماعية موجودة الصفحة بتاعت الجماعية دي تلاقيها موجودة على الفيسبادر دوت اي جي تسعة وسبين قاتياه دي عاوز اي منتج من المنتجات بتاعت شجر الموز هي لقيها متاحة ويحصل الاتصال عنده الاعضاء بتاع الجماعية عندنا ويبعثه الكمية اللي هو عاوزها وهي فيه طالبيات بدأت تحصل حتى طالبيات خارجية من اني بلاد الدول الاتحاد الاوروبي بيحبوا شغل الهند وحاجات الاعداد التدوير من الطبيعة يمكن الحاجة الاهمة في شجرة الموز اللي احنا كمان بدأنا نفكر فيها وبدأنا حليلا نتعاون معها مع جامعة سهاج فحق احد الاسادزة في الجامعة قال انا ممكن وده عمل عليه تيست وفعلا استخرج منه لو المفروم من شجر الموز المفروم من المخلفات قش الرز مخلفات الشجر اللي بتتقص في الشوارع وشجر الزينة مخلفات الترع اللي هي بعض الاشجار اللي ما بقاش لها لزوم وبتطلع الترع بيفرم الحاجات دي كلها مع بعضها وبيضف لها مادة بيتطلع منه اخشاب يعني اذا شجرة الموز بتاعها يعني احنا عندنا زي ما عارف حضرتك ما عندناش غابات في مصر كبيرة وغابات نقدر نعتمد عليها في الاخشاب واحنا معتمدين على الاخشاب من الاستراد واستراد في عملة صعبة بتطلع برها البلد فبالتالي عندنا مشكلة كبيرة انه ممكن يبقى عندنا اخشاب يعني الله طب عندنا ده كله واحنا مهمدين فيه عشان كده انا احد متطلباتي في المرحلة القادمة ان شاء الله فعلا نحن عاوزين تضافر من خلال الثلاث وزارات المعنية يعني وزارة تضامن الابتماعي ومسأل سيدة الدكتورة غادوالي ووزارة البيئة ووزارة الزراعة ومرضبات المجتمع المدني واعضاء هي تدريس في الجامع المعنيين بالقصة دي عندنا افكار وعندنا ابتكارات ممكن تطلع فعلا نقدر نطور في بلدنا ونعمل منتج ونطلع دخل للأسرة أو يبقى فيه دخل للأسر المصرية من غير ما ندور على موضوع قصة ان احنا عاوزين تعيينات وعاوزين وظائف وعاوزين مشروعات المشروعات موجودة وسهلة بس احنا عاوزين ناخد بيدي الشباب ونساعدهم يعني انا لو قلت ان فيه مصنع هيتعامل في مصر وتحديدا المصنع ده ان شاء الله بإذن الله انا متأمله ان يصل فيه الدكتور في جامل سواج بيحاول يفكر في الكصة دي واخد أرض عشان يعمل موضوع الأخشاب من شجر الموز وبقية مخلفات الأشجار لو ده نجح انا هفتح كم فرصة تعمل للشباب كتير جدا التسويق الأخشاب دي اللي هتطلع ما فيه ناس هتشتغل عليها كفي ورش فبالتالي هفتح سوق تانية الهندمت ده على نموزك صغير الهندمت ده لما تخيلي كم أسرة بتشتغل عندنا انت محضر كده المنتج ده منتج مطلوب سواء في السوق المحالي أو الدولي فبالتالي لما أنا الأسرة عندي تقريبا لغاية النهاردة في البنات اللي شاكينة عندنا عادر أولي الدخل من 2000 إلى 3000 جنيه في الشهر فبالتالي لما يبقى فيه دخل سابت للبنت أو الولد بالشكل ده سابت 2000 أو 3000 جنيه هي مش عاوز حاجة تانية مش هتدور على وظيفة ما أنا فعلا عايز أعرف حضرك يعني اليدوية كمان بالذات وضح كمان عندها زوء عالي أوي كمان هو إحنا يمكن حضرتك الهدف أو النشاط بتاع الجامعية إحنا أصلا منهتم بالمرأة ومنهتم بالمنهج الحقوقي للفتايات سحي وتوفير فرص عمل لهم كمان فبنحاول نواكب الألفية في الألفية بتاعة الأمم المتحدة إن إحنا نفتح فرص عمل للشباب إحنا كنا عندنا أكتر من برنامج في الجامعية سواء برنامج توعية للمرأة أو مراكز مساندة قانونية لتبني بعض الأضايا للسيدات وفي نفس الوقت بنحاول نفتح لهم مشروعات عمل وهدفنا إن إحنا ما تدينيش سمك أعلمني إزاي أصطادها وهو ده الهدف الجامعيات فترة من فترات قبل 2011 يناير 2011 تلاقي إن بعض الجامعيات نقدرش نقول كل بيدي مشروعات بيعتمد على الإعانات الإعانات الملية الإعانات العينية يدي كرتونة يدي ما أعرفش أي حاجات دي كلها طب إحنا فكرنا طب وليه إحنا نبدأ ندي مساعدات بس هي المساعدات مطلوبة محدش مش مطلوبة لكن أنا ما ننفعش استمار عليها أنا عاوزي الأسرة تعتمد على نفسها وبالتالي أعلم الأسرة لو مشروعات صغيرة زي كده نعلم الأسرة الصغيرة تبدأ تبقالها داخل الدنيا هتوسع والنهاردة شغل هندي ميدا على مستوى مصر بإراءة طبعا عايزة عارف هندي أي تاني من المشروعات اللي بتنفذوها في نطاق مشروعات تنمية منتجات الصعيد هو بالنسبة لنا الحرف اللي احنا اشتغلنا عليها في التحديدا في مشروع الحق في الحياة ده مشروعات النجارة مشروعات اللحام زي الأرجون وده مش موجود في الصعيد موجود في القاهرة اللحام الأرجون بيبقى موضوع صعب شوية لكن احنا تعاوننا مع الهيئة العربية للتصنيعات تابعة القوات المسلحة وضربنا عدد من الشباب وبدأوا يشتغلوا ويبنالهم مكان وبدأوا يشتغلوا لحام الأرجون النجارة بدأت تتسع عندنا بشكل كبير خالص والأولاد بدأوا يشتغلوا يمكن كنا مبارح في أحد القناة المصبية وبدأنا نقول أن الشباب بدأوا يعملوا حاجة جميلة عندنا الديسك بتاع الأطفال الديسك بتاع الأطفال معروف أنه حاجة مربعة كده وخلص وشكرا الشباب عندنا بدأوا يفكروا طب يعني أنا كنت صغير وكان نفسي أحب الديسك اللي أنا قاعد عليه فبدأوا يعملوا رسومات على الديسك بتاع الأطفال يعملوا رسومات للكرتون يعملوا حاجات زي كده يطوروا في الشغل وخاصة من التدريب على مكانة CNC اللي هي مكانة الراوتر بدأوا يطلعوا منتجات ويضيفوا حاجات ابتكارية يعني مش بس نحن بدأنا نبتكر في الهنديميت حتى في العمل التقليدي أو الحرف التقليدية هم نفسهم بدأوا وبدأوا يبتكروا يعني ده دليل عندنا شباب وعندنا أفكار ممكن يبدأوا بس احنا نديهم الفرصة صحيح هو في حضرتك حصلتوا على جوائز من خلال المشروع ده في خلال السنتين اللي فاتوا احنا يمكن خدنا جهزتين منها الجهزة من مكتبة الإسكندرية كان فيه مؤتمر كبير وعرضنا المنتجات بتاعتنا واخدنا الجهزة الأولى في مكتبة الإسكندرية أن الموضوع كان موضوع مبهر وكان موضوع لسه جديد في مصر وكان فيه أحد الهيئات في السواق جات عندنا هيئة دولية برضو وعرضنا عليها الموضوع وديتنا الجهزة التانية وبرضو مترشحين لسه لأكتر من مكان نقدرش نقول دلوقتي على الأسماء لأننا لسه نحن مترشحين للحصول على جهاز من نفس المنتجة نعم مزيد من نجاح إن شاء الله ختاما أعرف من حضرك إيه الجديد اللي بتجهزوله الفترة اللي جاية الجديد ده نحن حاليا بنحاول شجرة الموز نخليها تطلع يعني إيه زي كده نتعاون مع بعض المصانع وحنا فعلا ده أخذنا خطوة فيه رحنا المصنع النسج الغسي اللي هو المصنع نسيج وبدأنا نعمل تست على المفروم الموز بحيث ممكن نطلع منه خيوط لو طلع خيوط دي هتبقى طفرة على مستوى مصر إن احنا ممكن نعمل منه الأميس وبدل ما حضرت تلبيس سنوعها في الملابس كمان في الملابس يعني بدل ما حضرت تلبيس أميس من الكتان تلبيس أميس من الموز فدي اللي هنعمل عليها يعني بعض التجارب بحيث إن احنا نطلع نسيج من شجر الموز وإن شاء الله المباشرات بتقول ممكن إن شاء الله يكون فيها مباشرات كويسة يا أستاذ محمد فهمي مؤسس المشروع الحق في الحياة بشكرك جدا جدا وأنا سعيدة جدا مصر فيها منتجات يدوية على أعلى مستوى ومعمولة بزوء حلو جدا وإن حضرتك كمان بتقدر إن انت تستفيد من مخلفات الطبيعة وشجر الموز وغيرها من وإن كمان حاجة أخيرة نحن عاملين يعني إن شاء الله عيوم السبت اللي هو بكرة ساعة عشر الصف عاملين مؤتمر في تامي في فندق براميزة في القاهرة هنا عشان نعرض إنجازات المشروع كلها ودي دعوة لحضراتكم تشرفونا ودعوة للوزارات المعنية تحضر معنا المؤتمر إن شاء الله شكرا جدا يا فندق شكرا فاصل سريع ونستكن مع حضراتكم بقية فقراتنا فخليكم معنا